اشتركوا في القناة ترجم بسرعة فائقة من قبل دار النشر والترجمة لا بأس بها ويظهر لي أنهم وظفوا عشرات المترجمين لإنهاء النص بأسرع ما يمكن وهذا الكتاب ممنوع في بعض الدول الخليجية ولعل السبب هو فصل في الخارج وفي الوطن وذكر فيه بعض تفاصيل زيارة ترامب إلى السعودية وما حصل فيها والكتاب صيغ بشكل صحفي وهجومي استخدم فيه التهكم أو الكوميديا السوداء والنقد اللاذع وغيره فأنت لست أمام كتاب صيغ بطريقة أكاديمية في التوثيق ووصف المعلومات أو حتى بشكل موضوعي يذكر ما لترامب وما عليه بل حتى النقاط التي تحسب لترامب سرعان ما تنقلب ضده في الكتاب فعندما أقول أنه صيغ بشكل تهكمي لاذع فهذا يعني أنك سوف تضحك كثيرا في الكتاب وهو كذا كتاب قائم على التسريب فقد ذكر المؤلف في مقدمة كتابه مصادره وهي أعظم الذين تواصلت معهم إن لم أقل كلهم من كبار موظفي البيت الأبيض إلى المراقبين الملتزمين وقام بترجيح الروايات أيضا فيقول تركت كل من اللاعبين يقدم روايته تاركا للقارئ حرية الحكم عليها وفي أحيان أخرى اخترت نسخة للأحداث رأيت أنها صحيحة بفضل تقاطع الروايات والمصادر التي وثقت بها فالمصادر مسربة ومعلوماتها متداخلة ومتقاطعة فلذلك لم يجد المؤلف حرجا من عدم توثيق المقابلات في هامش الكتاب كما يفعل الكتاب في الغرب عادة فصاغ الكتاب جملة واحدة كأنه رواية متسلسلة الأحداث دون أن يذكر مصادر لهذه المعلومة أو تلك باستثناء أحيانا عندما يسمي المصدر وينسب إليه القول أو التعقيب على بعض الأحداث مثل نائبة رئيس الموظفين كايتي وولش فالكتاب يتكلم باختصار عن صراح الأجنحة داخل البيت الأبيض بدءا من الشخصية الرئيسية للكتاب ستيف بانون كبير مستشاري الرئيس للشؤون الاستراتيجية ورينس بريبوس رئيس الموظفين في البيت الأبيض والجناح الثالث وهما غاريد كوشنر وإيفانكا ترامب وقد أشار لهم المؤلف باسم غافرانكا ومع تصاعد الأحداث تحالف أول جناحين ضد الجناح الأخير ولكنهما خسرة ويذكر أسماء المستقيلين في البيت الأبيض ودوافع استقالتهم فترامب كما وصفه المؤلف هو أشبه بالملك تيودور وهو طاغية أثيوبي كان يفتك بكل من حوله فحتى الذين لم يعارضوا الرئيس وألغوا ذواتهم أمامه لما بحثوا عن بعض أسمائهم لاحقا في محرك البحث وجدت أنهم أعلنوا استقالتهم مثل مديرة الاتصالات في البيت الأبيض هوب إكس وكذا ذكر أسماء المطرودين وأسباب طردهم مثل رئيس الموظفين في البيت الأبيض رينس بريبوس أو الذين أجبروا على الاستقالة مثل مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك فيلين وكذا يركز الكتاب على عدم كفاءة إدارة ترامب وتخبطها وفوضويتها وعلّل ذلك أن الموظفين الكبار وضعوا بيضهم في سلة الأوفر حظا وهي هيلاري كلينتون فاضطر ترامب أن يردف حملته الرئاسية ببعض الشخصيات الهاوية ثم فجأة فاز ترامب ثم أصبح هؤلاء الهوات في مناصب سيادية في البيت الأبيض وعلى إثر ذلك دفعوا ترامب من هاوية إلى أخرى مثل تصرف ابنته إيفانكا وكوشنر في دفع ترامب وبقوة رغم معارضة الجميع في إقالة رئيس الشرطة الفيدرالية الـ FBI جيمس كومي ثم انعكاس ذلك على التحقيقات ضد ترامب في الشأن الروسي وتعيين المحقق الخاص روبرت مولار والمشكلة ليست محصورة في المقام الأول في مستشارين أو كبار موظفين هوات بقدر ما صلت المؤلف الضوء على شخصية ترامب الغير مؤهلة أصلاً لأن تحكم أقوى دولة في العالم شخصية لا تضبطها معايير منطقية بل هي عشوائية ومزاجية باختصار أنها نفسية معتلة وعلى إثر ذلك تصدر استراتيجياته أو أحكامه أو قراراته فالرسالة التي وجهها المؤلف لترامب من خلال هذا الكتاب بنقده اللاذع تستطيع أن تلخصها بأنك لا تصلح أن تكون رئيساً والكتاب موجه في المقام الأول للشخص الأمريكي هناك العديد من أسماء الشخصيات التي يعرفها الأمريكي أو يعرفها من يتابع الإعلام الأمريكي سوف تذكر بكثافة وأحياناً دون حتى تعريفها وهناك الكثير من الأحزاب والجماعات والتجمعات دلالتها مفهومة للمتابع أو القارئ في الشأن الأمريكي أكثر من الشخص العادي مثل الحزب الجمهوري وحركة الشاي واليمين البديل أو المتطرف والمحافظين والليبراليين وتصورات هؤلاء للوضع والكتاب اشتهر وحقق مبيعات مهولة ربما ليس بسبب أنه كشف حالة التصدع في بيت ترامب الداخلي في المقام الأول بل لأن ترامب هاجم الكتاب قبل أن يصدر بعد أن نشرت بعض المقتطفات منه في الصحافة وهجوم ترامب على الكتاب أعطاه نوعاً من المصداقية وجعل الكتاب مترقباً وتلهفت الناس لصدوره فأحياناً الهجوم يعمل عملية عكسية ولو سكت ترامب لربما لم ينل الكتاب هذه الضجة والزوبع الإعلامية حوله فالخلاصة أنا لم أستفد كثيراً من هذا الكتاب حول ترامب نفسه ولكن استفدت كثيراً في معرفة التداخلات السياسية الأمريكية الداخلية فالإعلام والإعلاميين والشخصيات العامة وكبار رجال الأعمال والساسة والأحزاب والداعيين إلى آخره فالعملية السياسية الأمريكية عملية بالغة التعقيد وتدخل فيها عوامل كثيرة بما أن الكتاب صيغ بشكل صحفي وليس بشكل أكاديمي فكان يطرح المعلوم بشكل مباشر وسلس دون تعقيدات اللغة الأكاديمية بل المؤلف نفسه يقول في مطلع الكتاب بأنه سوف يروي الكتاب بأسلوب معاصر قدر الإمكان فكان فرصة مناسبة فلذلك قد دونت الكثير من النقاط بقلم الحبر أثناء جردي للكتاب للاحتفاظ الشخصي وبعد انتهاء من هذا الكتاب علمت بأن دار المطبوعات انتهت أيضا من ترجمة كتاب الخوف للصحفي الشهير بوب وودورد والذي قسم ظهر الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون عندما فجر بتقرير له أعده مع كارل بيرنستين فضيحة ووترغيت والتي ساهمت في إنهاء رئاسة نيكسون ولعله كتاب بوب يكون أفضل وأجود من هذا الكتاب نظرا للسيرة الذاتية لكليهما ترجمة نانسي قنقر